طيب هنروح للكرة الطائرة رجال انتعرفين حضراتكم الكرة الطائرة رجال بلعبوا دلوقتي البطولة العربية البطولة أفريقية في تونس ولعبوا مبريتين وتصدروا المجموعة الحقيقة ما شاء الله مشين بخطة ستابتة ولكن تحديد أفريقيا عمل حاجة غريبة جدا تحديد أفريقيا بعد ما أعلن عن القرعة وقال لك الأول هي اللعب التاني وده يبقى دور أمو أربع ما جميع الأول اللعب التاني الخش على دور التمانية على طول قال لك لأ تلعب قرار مفاجئ في حاجات كده لواحد ما بلهاش مش لقيلها تفسير إزاي بطولة شغالة وإزاي غير نظام البطولة البطولة شغالة الحقيقة ما بشوفش ده في قرات كبيرة أو التحدات كبرى ما بشوفش ده فغير نظام البطولة وخلى الأول كل الفرقة تتأهل دور الستاشر الأول اللعب الرابع من كل مجموعة عشان يزود دور وهو دور الستاشر بعد كده خش على دور التمانية دور الأربعة دور النهائي الحقيقة يعني ما فيش مشكلة طب مطشنا الأول كان مع مين؟ مطشنا الأول كان مع فريق الأولمبي القليبي التونسي وفوزنا احنا فريقتنا ونادي الأهلي بقاعدة كابتر محمد بصير الحميد وفاس 3-0 الفريق وجي المطش التاني كان النهار ده اللي خلص منذ لحظات أو منذ شوية يعني مش كبيرة فاب الكاميروني ودرنا نفوز 3-0 على فاب الكاميروني الحقيقة نتيجة جيدة بتباني الفريق يعني بحالة جيدة وخلينا أقول لحضراتكم أنه الجد يعني الجد هيبان في دور التمانية يمكن إن شاء الله إحنا أول مجموعتنا بإذن الله مرتاح هنخش بعد كده على دور الستاشر هنلاعب رابع المجميع فإذن هيبقى مباراة سهلة هتيبقى الجد الجد في دور التمانية كل التوفيق لكابتن محمد مصلحي ويمكن كمان يعني لو قلنا إن نبقى دقيقين مع حضراتكم هيبقى بالسيمي فاينل يعني يمكن إحنا يعني الكرة الطائرة يمكن هو الندي الأهلي يمكن النهائي وغالبا هيكون النهائية على توقعي الأهلي والترجي غالبا الترجي عمل فرقة كويسة جايب أجانب ولكن احنا كلنا ثقة في المسترز مسترز كرة الطائرة رجال